صباح النور مجددا مشاهدين في قضية هزت الرأي العام الباكستاني شابة باكستانية ذهبت لتعالج أسنانها فتعرضت في المستشفى لاغتصاب جماعي خسرت جراءه حياتها وذكرت صحيفة دايلي ميل أن عصمة جونجو من مدينة كورانجي في إقليم السند بباكستان تعرضت لاعتداء جنسي جماعي في المستشفى الحكومية لمدينة كورانجي فارقت على أثاره الحياة وقد تم توجيه التهم إلى أربعة أشخاص من طاقم المستشفى بينهم طبيبان وتم اعتقال ثلاثة منهم تحت أسماء شهزين عمير ووالي للتحقيق معهم بينما لا يزال المشتبه الرابع وهو طبيب اسمه أياز مختفيا عن الأنظار وأضاف الديلي ميل أن الطاقم المشتبه بضلوعه في الحادثة وللتمويه عن فعلته كانت تصل بوالدة الشابة مدعيا أن ابنتها في وضع حرج بعد تعرضها لتسمم جراء مضادات علاج الأسنان الحيوية فسارعت الأم إلى المستشفى لتلقى أن ابنتها جثة هامدة على نقالة في إحدى غرف المستشفى الخلفية الفردية وبعيد إجراء الفحوص الجنائية والتأكد من وقوع عملية اغتصاب جمعي ندد رئيس وزراء إقليم السند على علي شاه بالحادثة أمرا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المشتبه بهم فيما قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في السند ماجدة رضوي لديلي ميل إنها شعرت بصدمة شديدة عندما علمت بالجريمة المروعة التي طالت شابة كل ما كانت تطلبه هو علاج أسنانها يعني شي بوجع الألب مؤلم جدا بوجع الألب يعني بلقي الضوء على فعلا أنا بحمل المسؤولية بهيك حالة للدولة وأدي فيه صرامة بقوانينها وأدي هناك فيه مراقبة للقطاع الطبي يعني الخطأ ما بنا نحمله فقط للأطباء هو بالآخر مثل أي شخص يعني بدي يكون إنسان جهة من جهة الفساد نعم جهة من جهة الفساد إذا كان لم يتحمل مسؤولية عمله بطريقة جدية ولم يكون فعلا أمين على مهنته بدي يكون مثله مثل أي شخص يعني بس إنه الثقة بهذا الطاقم أساسية صحيح لتفقي بالوطن اللي عايشي فيه لأنه الصحة هي الأساس والأطباء كأنهم بمطرح المطارح بيمتلكوا مصائرنا مصائر أجسادنا صحيح إذا ما وسقنا بهالناس بالزيد بمين بدنا نوسق يعني صحيح معك حق مية بالمية تعرف أنا وأنت عم تحكي بالخبر عن جد كنت عم بتخيل إنه كيف في قطاع صحي أو في مكان أو في مستشفى وما في مثلا مراقبة بالكاميرات يعني كانت بغرفة خلفية وأكيد كان هناك صراخ وأكيد كان هناك مناجات من قبل هذه الفتاة ولم يكن حدا يعني ما حدا سمعها يعني أكيد في والمشكلة بالمطرح ما بتعرف إدي المستشفى بحد ذاته أو وزارة الصحة ممكن تغطي على هذا الطاقم أو لا بالفعل يكون عند هذا الحس الإنساني أولا لهيك إنه بالبداية قلتلك إنه من يتحمل المسؤولية هو الدولة والقوانين اللي بتضعها لحتى تحد من هذه الممارسات وللأسف هذه الممارسات موجودة يعني وحاضرة في الباكستان وفي الكثير من الدول يعني حتى بدولنا العربية إذا لم يتم هناك وضع قوانين رادعة لمثل هذه التصرفات فللأسف الواحد مش رح يأمن على حاله مش بس يعمل إسنانه يعني حتى تصير الأمور بدك تتعالج ببيتك يعني للأسف الشديد تصير عايشي بلا استقرار صحيح لا أمان في كل نواحي الحياة ودايما منذكر هبا بأنه الإنسان يفترض أن يكون أساس كل القوانين في هذا الوقت نذهب إلى محطتنا الأولى في مطبخ اليوم مع الشاف نور الشاف جستاف وولأشها